يقول والدي محافظ على الصلاة ولا يترك فرض لكنه يصلي في البيت ما عدا يوم الجمعة يذهب و يصلي بالمسجد مع أن المسجد قريب هل عليه إثم أحمد من اليمن بارك الله فيك و رضي عنك و بارك الله في الوالد أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ هكذا هذا هو القول الراجح الذي عليه أهل العلم و ذلك لنصوص القرآن و السنة فالله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه و يسبح له فيها بالغدو و الآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر النبي عليه الصلاة و السلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر العذر مرض مثلا العذر طبعا وجود وحل وجود مثلا مثلا سيل يحول بينه وبين المسجد مثلا هذا العذر برد شديد مثلا نعم لذلك أما إذا كان المسجد بعيد مثلا يقول العلماء إذا لم يسمع الأذان مجرد يعني عن السماعات لو قام المؤذن على السطح أذن ما سمعه ما تجب عليه الجماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع الندى هذا ما سمع الندى قال يصلي في البيت لذلك قل لوالدك بارك الله فيه خاصة و قد أنعم الله عز وجل عليه بقرب المسجد من البيت يذهب إلى بيت الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله كثير من الناس يتمنى وجود المسجد قريب من بيته وبعض الناس اللهم بارك يعني يركبون السيارات والمساجد بعيدة عنهم ما يفرطون ولا في وقت من الأوقات عموما قل لوالدك يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين و يحرص عليها و يستجيب لأمر الله سبحانه و تعالى